لحديش ودرجين نرجعنا لكم في ساعاتنا الأخرة من حظك وحليمك أهلا وسهلا مرحبا بكم انتوما الكل اللي خلطتوا علينا توا معكم نحنا كيل عادة مازانا وانسوا فيكم حتى لنصل ليلو توا وقيت بش نعتيوكم فكرة على الحظ شنوم خبي الأسبوع دي بتبيعة الأربع الأبراج الأخرانين القوس الجدي الدلو والحوت يا تك الساحة يا أختنا أمال شوفوا الأبراج الأخرانين هم ديما واصعوا بينهم برشة ديما يسهلوا معنا ويكملوا معنا السهرية شوفوا البرج القوس القوس هو برج ناري وقوي برشة القوس لكن القوس هو طيب ولكن ما يحبش أشكوين يناقشوا ديما كنتو حادة مع بولورة مع كارتولوجيا يقولك الأسبوع دي يخبط فيه برشة مفجأات تعرض برشة مضايقات عاطفية أمور مادية في الخدمة في العمل في كل شيء يقوس يزم يكون ارزين يكون ديما يكونش عصبي يكون متلاين برشة يزم يكون متلاين يزم ديما يكون ضحكتو بنعينيه برج ناري خاصة البرج ناري الأسبوع دي كلهم قلتولهم كلهم متلاينين برشة خاصة نحسم ديما مخنوقين مع برج المائي العقرب وبرج القوس ديما اقرب بعضهم حاسم مخنوقين ياسر علاش حتى الكوكم ديما غطى لهم الأكحى اللذي اللي مر بالفترة اللي فات يخرج فيه واخر مارس ينجم يأثر الأبراج أذنى القوس قاعد يحبي تك تك برشة يحبي يوصل الحاجة اللي حاجة بها لكن ملقاش سند حنين لأعطيه اجنب كان اعطاه اجنب لأقاربه ينسعوه كان عز أقاربه يتعبوه ولا خايف ديما تعب مر يقدم مر يبخر يا ساحب القوس يزمك ترزن شوي خلي الأمور تجي كما هي ما تصلش لحوائج السيئة خلي ديما قلبك ملي بالفرحة شال يكون أسبوع دي به في أمور عاطفية في أمور الدراسة وفي أمور المتزوجين يزم يكونوا أكثر يسكروا شيء واثنهم قاعد ياسر يحلوا الكلمة لأقل حاجة وبعد أثر فيهم القوس الأسبوع دي يزم يكون أرقام متاعه يكون أربعة أو ثمانية أو ثناشة اللون يعشق الأكحل والأبيذ والجري نفس البرج الثور والأيمة ينسبوه هو يوم الاثنين ويوم الجمعة شوفوا البرج هو العاشر هو الجدي دي هو كلملك هو دي عامو والجرم شرق كل عام وانتم بخير يا ساحب البرج الجدي الذي هو دي ما تعب برشة لكن في أسبوع دي هما ساحب الحظ المتاحم خاتش هما أي من المتاحم يوفى حتى نهار واحد عشرين ساحب الجدي هذا دي هو يتفقل بالخير لكان رفوزي مش كوني يقلقوا دي ما يحاب يقدم لكن يوخر ورد بارك وتسرع ودي ما دي ما تعبين مع برج الدلو وبرج الجدي يتفقلوا بعض أكثر حاجة هما برج المتاحم كيف كيف الجدي هو دي ما يتحسوا يقدم مرة وخر لكن خواف كل نحو الخوف يا جدي قالك انت تفقل بالخير عندك دي ما عناد لكن عندك دي ما الخوف مع قرة العنز جهيتك ساحب برج الدلو مع برج الجدي يأثر فيك الكواكب الفترة هذية ورد بارك بتسرع عندك غطس في أمور عاطفية لكن أعطي جنب نفسك ماذا بيك خلي كل جانب لجانب أمور عاطفية مع الدراسة بتقدش روحك انت الجدي احنين برشة أقل كلمة تأثر فيك في أمور عاطفية كونه قوي لكنه كون ذيب لديك أذياب دي ما قدم وحاول ثبت كلامك كل كلمة يأول عليك سواء في العمل او في الصفر او في اي حاجة دي ما لسانك ساحفظ عليه أرقام الحظ الجدي هو رقم خمسة ورقم عداش ورقم واحد وعشرين اللون يعشق كل الوان بتاعه الروز لا والأيامات البرج الجدي هو يوم السبت ويوم الأحد بحضب عظم يقاربوا برج الجدي يمشي معها في كل شيء شوفوا البرج الدلو الدلو وبرج أسطل مرة فرغان ومرة مليان مرة تجاه معهم ومرة تجاه فاد الدلو قاعد يقدم في خطوة ثابتة يمكن البردة ذي مع التقس يأثر فيه ولا يتكبس ولا معاشك الرغفة اللي عنده يتنحاله سيح أعطاه أجنب خسر برشا عز صحابه خسر بعض فلوس خسر صفقات لكن قاعد يقدم من يخرج صحاب الدلو نقول لك أذى عامك وعامك قوي برشا مع برج الجدي يجب تنجحه فيه كل شيء الدلو هو يزم يخرج منها حتى الآخر شهر ينجم من كل شيء حسه تعب لكن قاعد يخرج بنجيبه ومدخلش حتى فيه أمور عاطفية مش قد بعضه ديما حسه تعب لكن قلبه طيب صحاب الدلو الانسان اللي يجيه بالسياسة يغلبوه واللي يجيب القوة يخسروه اللي سيسوق بالسياسة نجم يغلبوه لكنك يجيب القوة يخسروه صحاب الدلو يقول لك انت بتعرض بعض المشاكل ديما مش تحير عليك لكن لك تنجمنا حاول ديما كون هادي وإذاك ما تغش مش بايا لك خاصة الغش نجم يأثر على بدنه سوى أنثأ أو ذكر أريد يبالهم إلا ما تشنج وأريد يبالهم أصحاب السوق إزمي غربلو إكسبوكر الشخص الباهي ماذا بك أبدا الأصحاب السوق أبدا المتنبهات حاول أخذ كلمة وعطي كلمة أعمل شيء رياضة باش تجي روحك الفترة دي تنجح من كل شيء الرقام الحظ هو رقم جوزي هو رقم واحد وعشرين اثنين وعشرين ورقم اثمان وعشرين واللون يعشق ديما فيه العبيد الفترة دي انجح فعلا والأي مات هو عند الخميس وعنده يوم الثلاثاء شوفوا آخر برج هو برج الحوت الحوت هو فترة دي يحب على المزمرة والشيخات والجو يحبش الحزن ديما يحب فرحان ديما يحب يفرح غيره لكن ديما هاي كلسانه يقول كلمة ويقولوها برشا كلمات يا ساحب الحوت ديما نصحناك ديما نقولك ارزن امورك رك كان في السياسة او في الرياضة او في الفن ديما نجح وهذا عامك ديما عندك اللهوة ديما عاصة لكلامك كيفاش تقدم امورك وديما تبقى صاحب الغيب يبقى ديما صاحب الغيب لكن انت صاحب الحوت ديما عندك حاسة قوية تنجح لكن ارد بالك ما تسرع ديما شارك الناس وشارك في مالهم ارد بالك تكون عندك سيحة تزيق برجة ذيق مادي لكن ديما تغسل صاحبك من قلة الذيق المادي لكن ديما واجههم كان بالباهية والبالخايبة بتخليش روحك ديما واجه غايب برجة الناس يحبوك لكن بتغسل امش الاقل حاجة ساحب الحوت كان في سواء امور عاطفية او في الزواج از ما تكونوا ديما امورهم تبتير عندك برجة ديما لخلق برجة ديما حتيت في جورتك الناس تقطعوا طرينش فيك وهو ديما بريء لكن اعرف اشتخرج من سارك ساحب الحوت الارقام اللي موجودة معها في الاسبوع ذي كل الارقام الفردية تنشي معها اللون ديما اعشق الرز والعبيل والايمات اللي يناسبوا معها برجة الحوت هو يوم الاثنين ويوم الجمعة اعتيك الساحة اختنا مال وشارك نشكل كل اصحاب الابراج شارك يا ربي الناس الكل ديما مظهرين هكا نكونوا كملنا مع الابراج لليوم سنان توم اذا كنت حبوا تشيركم معنا مرة اخرى نذكركم في نمورة اشتركوا على تفسير الاحلام اللي عنده حل مازدة يحب فسرها يخليكم